السلام عليكم أخوتي إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد ولكن قبل بداية ستنسوا الصلاة أرحب بنا محمد صلى الله عليه وسلم علي فضل الصلاة والسلام وأخيرا أزاي كرام نجمون الدول الجزائري رياض محرز وقائد المنتخب الوطني جزائري ونجم نادي مورشستر سيتي يفطر بعد صيام طويل مع المنتخب الوطني جزائري وكذلك مع ناديه نادي مورشستر سيتي مؤخرا اليوم في المباراة التي جمعت بين نادي مورشستر سيتي وكوبينغ هانج والتي جاءت أزاي كرام بخماسية نظيفة في دور أبطال أوروبا وطبعا مثل ما أكدنا لنا الإعلام الفرنسي خاصة جريدة لكيب الفرنسية مؤخرا أكدت باللي أن رياض محرز سيعود يعني كلاعب أساسي في مبارايات ليالي الأبطال ورسميا هذا ما شاهدناه اليوم أزاي كرام في التشكيلة التي أقحمها بيب كوردولا في هذه المباراة التي فيها حرسة المرمى إدرسون في خط الدفاع كانسيلو دياز لابورت وغوميز كذلك عدنا في الخط الوسط محرز قاندوغان وكذلك بيرناردو سيلفا غريليتش في الخط الهجومي إيرلينغ هالاند وكذلك جوليان ألفاريس صراحة نادي مورشستر سيتي صحق هذا الفريق في لايالي الأبطال وأيضا شفنا مستوى متطور يعني نجمي للدول الجزائري في هذه المباراة يعني المستوى الذي كان يقدمه في المباراة الأخيرة الذي كان صراحة ضعيف جدا في هذه المباراة مالغري كان يرجع الكرة للخلف ولا هاتش نرفزني في يعني مستوى رياض محرز لأنه يعني اشتقنا لهديك يعني الملاوغات السحرية من رياض محرز واختراقه لمنطقة الجزاء والتسديد يعني على مرمى الخصم هذه الأشياء نقصت في رياض محرز فقد الثقة في نفسه مؤخرا ولكنها هو يعود الزيكرام بعد تسجيله أو الأهدافه يعني من ضربة جزاء نعم الزيكرام وكذلك قدم أسيست في هذه المباراة مما هذه يعني الأرقام وهذه الأهداف والأسيستات عزيزي كرام سترجع ثقة لهذا اللاعب وان شاء الله هذه البداية فقط لعودة قوية لهذا اللاعب رياض محرز مالغري أنه قدم فقط يعني تمرير حاسمة وهدف هذه المباراة إلا أنه كان رجل المباراة حرفيا وذلك بالترقيق ولكن نادي مورشستر سيتي اختارت رجل المباراة معين وكذلك نجنة اختارت لاعب آخر غير رياض محرز كما تشاهدون هزي كرام هيا تنقيضات لعبين دي مورشستر سيتي حسب موقع صوفا سكور عدنا إدرسون المتألك في هذه المباراة تحصل على تنقيض 7.1 بالنسبة لخط الدفاع جواو كانسيلو 6.9 لبندياس 7.3 إمريك لابورت 7.6 سيرجيو غوماز زي كرام 7.7 بالنسبة للرياض محرز 9.1 صاحب الآسيست كما قلنا والهدف في شباك الخصم ايكاي غاندوغان تحصل على 7.8 بير ماردوسيلفا الذي تم استبداله وتحصل على 6.7 كذلك جاكي غريليش 7.9 إرلينغ هالند صاحب الهدفين وكان قريب يسجل الهاتريك تحصل على تنقيض 8.6 أما بالنسبة للفتا يعني الارجونتيني جويان ألبيرا سجل هدف واحد وتحصل على تنقيض 7.4 من ضمن عشرة بنغة الأرقام الرياض محرز الآب إجمالي الدقائق عزي كرام 90 دقيقة سجل هدف قدم تمرير حاسمة المسل كورة 92 مرة والتسديدات الدقيقة بلغت دقتها زي كرام يعني 93% وكانت عنده 66 تمريرا وصنع 7 فرص في هذه المباراة وهذا والشي اللي خل رياض محرز يتحصل على تنقيض كبير جدا في هذه المباراة رياض محرز صنع العديد من الفرص وكان فرقت زي كرام بين الفرص والأسيستات الأسيست يعني كان واحد فقط أما صناعة الفرص كانت 7 فوق رضية الميدان العرضيات معظمها كانت ناجحة هي وأيضا الكرات الطويلة فرياض محرز صراحة اليوم عادة تدريجيا إلى مستواه الطامعي يعني المستوى انتعليوم الخاص برياض محرز كان جيد مقارنة بالمباراة الماضية الذي كان يقدم يعني صراحة مستوي يتيم فقير جدا فوق أرضية الميدان كان يضيع عادة من الكرات شفنا أنه سابقا كان يعني فقد الثقة في نفسه اليوم بدأت تعيد الثقة تدريجيا كذلك بالنسبة لموقع يعني عندنا خسكر تحصل رياض محرز على تنقيل 9.2 واختارته يعني كرجل لهذه المباراة بعدما أن سجل ضربة جزاء وكذلك قدم أسست لزميله جوليان الذي سجل الهدف الأول له الزي كرام اليوم في هذه المباراة في دور أبطال أوروبا هذا الأهداف وكذلك الأسست الذي قدمه رياض محرز شفنا أنه رياض محرز تلاعب من أحد لاعبي نادي الخصم في هذه المباراة كما تشاهدون بمراوغاته ورياض محرز زي كرام كيعود إلى المراوغات نعرف باللي أنه عاد تدريجيا إلى مستوى وطبعا الزي كرام بيب بوكواردولا كان يقول باللي أنه رياض محرز سبب بقائه في كورسي القدلاء مؤخرا هو أنه رفقت الثقة ويعني اللياقة البدنية تاعه كانت سيئة ولكنها هو يعود تدريجيا وان شاء الله يعود يعني أقوى من الموسم الماضي كلها أيام الزي كرام وسنر رياض محرز يتألق في الدور الإنجليزي وكذلك في ليالي الأبطال خاصة أنه بيب بوكواردولا راه يرجع ثقة هذا اللاعب في ليالي الأبطال لأنه رياض محرز الأكثر خبرة رياض محرز الأكثر براعة والأكثر حسما في ليالي الأبطال وطبعا المواسم الماضية نتائجا تاعه والأرقام تاعه في المواسم الماضية هي خير دليل بالنسبة لرجال المباراة الزي كرام حسب الموقع الرسمي الخاص في نادي مونشيستر سيتي اختاروا لنا هذا اللاعب وهو يعني سيرجيو كوماز مالغري كان عنده تلقية أسوأ من رياض محرز أما بالنسبة للجنة التشامبيز لي اختارت يعني اللاعب الإنجليزي ألوه هو جاكي جريليتش رجلا للمباراة بالرغم أنه لم يقدم ولا أسيست ولا لم يسجل ولا هدف ما هو ليكم أن يتمه في صندوق التعليقات هل كان رياض محرز هو الأجدر أنه يأخذ يعني لقب رجل المباراة سواء من لجنة نادي مونشيستر سيتي أو أيضا حتى من لجنة التشامبيز لي كتبونا رأيكم في صندوق التعليقات وطبعا رياض محرز أما اليوم كانت عنده ليلة تاريخية لأنه اليوم رسميا لعبر رياض محرز المباراة رقم مئتين بقميص أبطال إنجليترا ألوه هو قميص نادي مونشيستر سيتي المباراة رقم مئتين اليوم عاد إلى مستوى طبيعي سجل وقدم أسيست وكان هذا أجمل احتفال في هذه المناسبة والليلة التاريخية حاليا نشوفها زي كرام ماذا قالت الجماهير الإنجليزية على مستوى رياض محرز خاصة أنه بدأ يعود تدريجيا إلى مستوى الطبيعي هذا المعلق الإنجليز صراحة قائلا step by step and get back to his level يعني رياض محرز خطوة بخطوة ويعود إلى مستوى الطبيعي وهذا بالضبط ما قلناه في بداية هذا الفيديو ومقاله بيب بواردولا سالق خطوة بخطوة حتى يعود إلى مستوى واليوم كما قلنا حسب هذا المعلق قال بالله أنه سجل هدف وقدم تمرير حاسمة هذا المعلق ينتقد لجنة تشامبيونز ليغ التي أحدث لقب رجل المباراة المهدات من لجنة تشامبيونز ليغ يعني جاكي غيريليش بالرغم أنه كان قدم فقط بعض التمريرات ليس مثل ما قدمه رياض محرز في هذه المباراة من أسيستات وكذلك من فرصا على فريق نادي مورشستر سيتي وحتى من أهداف فقال بالله أنه هذا غير عادل من لجنة تشامبيونز ليغ التي أحدث هذا اللاعب رجل للمباراة وتركت رياض محرز بدون هذه الجائزة جريدة دميرور صلحت قائلة أنه وهذه أفضل احتفالية لرياض محرز بعدما أن وصل وبصم على 200 مباراة بقاميسنا لمورشستر سيتي لعبها في كل بطولات مع هذا الفريق الأزرق السماوي وطبعا أفضل يعني احتفال كان بتسجيل الأهدف وكذلك تقديمه للأسيست معالقين آخرين غاردوا قائلين الزاكرة بل أنه رياض محرز هو ملك ضربات الجزاء وطبعا هذا واقعي لأنه رياض محرز الأكثر خبرة والأكثر ثقة في نفسه عندما تتعلق يعني بدربات الجزاء هذا المعلق صرح قائلا يعني ركلة جزاء جميلة جدا سجلها رياض محرز في هذه المباراة والشيء الذي لم ينتبه إليه الجميع هو أنه العديد من المعلقين أكدوا قائلين بالله أنه هالند صراحة يعني كان مستاء جدا عندما كان يشاهد رياض محرز وهو في دكة البودلاء يسجد يعني فرصة الهادريك الخاصة بإيرلينغ هالند الذي رياض محرز كان يعني ذهب ليسدد تلك الضربة على الجزاء فكانت فرصة لإيرلينغ هالند باه يختم على الزي كرام يعني هاتريك له في هذه المباراة يكون عنده الهادريك الرابع مع فريق نادي مارشستر سيتي وكأحد أفضل اللاعبين الزي كرام حاليا سواء من يعني الوتيلة التهديفية وحتى من صناعة الزي كرام الهادريكات طبعا يعني قمواني صراحة نفس الشيء بل لأنه إيرلينغ هالند كان يشاهد رياض محرز وهو يعني في دكة البودلاء وبطبيعة الحال كان مستاه نفس الشيء يا زي كرام هذا المعلق أكد نفس الشيء موقع نادي مينيت صرح قائلا بل لأنه رياض محرز يعني بصم على مائتين مباراة له مع فريق نادي مارشستر سيتي وذلك بهدف وأيضا تقديمه أسيست في هذه المباراة هذه الجريدة أعطت لرياض محرز تنقية 7.5 من 18 وصرحوا قائلين وأخيرا رياض محرز يعود إلى تسجيل الأهدف وسجل أول هدف له هذا الموسم ولكن ما زال يحتاج العديد يعني من الأمور من أجل العودة بقوة كما قلنا رياض محرز يعني صام لأيين طويلة سواء مع المنتخب أو حتى مع نادي ولكن مع المنتخب في آخر مباراة استطاع يعني أن يقدم أسيست وكذلك هدف واليوم مع نادي مارشستر سيتي في مباراة واحدة قدم أسيست وسجل هدف فخبرونا رأيكم في صندوق التعليقات ما رأيكم في المستوى الذي قدمه رياض محرز أما بالنسبة لللاعب الموالي الذي كان قائد وبطبيعة الحال اللي أول مرة تحصوا في التاريخ هو أنه لاعب عربي في نادي أيسي ميلان يعني يحمل شارط القيادة في المباراة لجمعات بين نادي أيسي ميلان وتلسي للأسف هذا الفريق وكذلك رفقة نجميل الدولي جزائري إسماعيل بناصر سقطوا أمام الأزرق البلوزة زي كنا في هذه المباراة بتلاثية نظيفة هارد لك لعشاق نادي أيسي ميلان هارد لك لإسماعيل بناصر ومتمنونه لكل التوفيق في قادم أن وواعد كان هذا الفيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام